موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى خلف الجدار الجولان السوري في موجهة مباشرة مع المحتل استهداف القوافل العسكرية الإسرائيلية التي تضم جرحا مصر كان شغل شاغل إسرائيليا هذا الأسبوع سنناقشه من وجهة نظر دروز الداخل على أن نتطرق إلى تقرير الإدانة من الأمم المتحدة لإسرائيل عن جرائم عدوان غزة أما أونلاين فتحية لصمود الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام هذه إذن مواضيع حلقة الليلة من خلف الجدار والآن نبدأ مع بعض الأخبار بعد توقف لأكثر من عام جددت إسرائيل وتركيا الاتصالات لبلورة اتفاق المصالحة حيث اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سرا في روما مع نظيره التركي أما على سعيد العلاقة مع مصر فقد أشهد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بقرار مصر تعين سفير جديد في تل أبيب واعتبره يعزز العلاقة بين الدولتين ومن جهة أخرى قررت الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبة جماعية على السكان الفلسطينيين وعلى السكان قرية السعير خصوصا ردا على عملية التعن في القدس حيث ألغت تصريح الدخول إلى إسرائيل لكل سكان القرية التي خرج منها منفذ العملية وفي موضوع آخر كشف تقرير لمفوضية شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ألزموا قبل الدخول إلى قطاع غزة خلال العدوان الصيف الماضي بكتابة رسائل وداع لعائلتهم وفي خبرنا الأخير قالت سفيرة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الزرية إن معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة تعتزم إسرائيل المصادقة عليها وستفعل ذلك حينما يصبح الوقت مناسبا هذه إذن الأخبار التي اخترناها لكم في بداية الحلقة الآن نبدأ مع مواضيع حلقة الليلة من خلف الشدار موسيقى موسيقى هاجم دروز الجولان قوافل عسكرية للجيش الإسرائيلي تقل جرح المجموعات المسلحة التي تهدد أخوانهم في جنوب سوريا كانت الحادثة مفاجئة للمستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي وتبيعها ردود أفعال وإجراءات تصب كلها في إطار معاقبة المهاجمين وإسرار إسرائيل على مساعدة وتطبيب جرح جبهة النصرة رغم نفي بعض مسؤوليها ذلك نناقش هذا الموضوع مع دكتور عباس إسماعيل المتخصص في شأن الإسرائيلي أهلم بك دكتور عباس وكالعادة قبل أن نبدأ معك الحوار نذهب إلى هذا التقرير على פי המשטרה הצעירים האלה שהובאו היום בזה אחר זה לבית המשפט הם האחראים לביצוע הלינץ' בשני הפצועים הסורים של שום במשדל שמס לינץ' שבסופו נירג אחד הסורים ואילו השני נבצע נושות עד כאן עצרו חמישה צעירים שחשודים ברצח ובהפרות הסדר ליד נווה עטיב באירוע שישתפו בו על פי תחיר צהל לא פחות ממאה מתושבי משדל שמס יישוב דרוזי ברמת הגולן שרוב תושביו נחשבים לתומכי משטר אסל אחד מעורכי הדין של החשודים פנה לבית המשפט בבקשה לחשוף את זהותם של ההרוג והפצוע הוא מג'אבהיתן נוסרה וג'אבהיתן נוסרה במדינת ישראל מוגדרת כארגון טירור וארגון טירור גם אם רוצים לתת לו טיפור רפואי אחרי שנותנים לו טיפור רפואי צריך להכניס אותו לכלא ולא להחזיר אותו לשדה הקרב במקביל ארבעה חשודים מחורפי שני עצרו בחשד במעורבות בתקיפת האמבולנס הצבאי בתחילת השבוע מאז הגיעו הדיווחים מסוריה על כך שארגון הטירור ג'אבה תלמוסה רצח דרוזים החלו ההפגנות ביישובים הדרוזים ברחבי הגליל והגולן אבל בימים האחרונים חל להחרפיים מספרת הקריאות אלימות ידע יש לטברה! ידע יש לטברה! ביום ראשון תקיפת אמבולנס צבאי סמוך לחורפש בשלשום כאמור הלינש בנוואה טיב מנהיגי העדה קוראים להחרים כל מי שيفעל בעלימות היום הם נפגשו עם ראש המשלה במטרה להתנהר מהאירועים האחרונים ולנסות להרגיע מעט את הרוחות دكتور عباس هذه الحادثة كانت مفاجئة لإسرائيل خصوصا أن تأتي من الجولان كيف كانت تعامل التعاطي مستوى التعاطي أيضا مع حادثة الهجوم أو استهداف القواف العسكرية في إسرائيل تعاملوا مع هذه الحادثة باعتبارها حادثة استثنائية تجاوز للخطوط الحمر حادثة تنطوي على تداعيات خطيرة جدا حادثة اعتبرت في إسرائيل أنها قد تشكل بدايات انزلاق الحرب السورية إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل حادثة تنطوي أيضا على دلالات داخلية داخل إسرائيل ممكن أن تؤدي إلى احتكاكات أو أمور قد تخرج عن السيطرة حادثة من شأنها أن تفرض معادلات على إسرائيل لا تريدها بمعنى أنها قد تضع إسرائيل أمام واقع بحيث سجل إسرائيل نفسها في معمعة أمور أو اتجاهات هي ليست في وارد الدخول فيها هي بكل المعايير كانت بالنسبة للمستويات المستويات صنع القرار في إسرائيل حادثة حساسة جدا وتنطوي على قدر كبير من الخطورة والإشكالية طيب لحظنا تحركات سريعة خصوصا على مستوى رئيس الحكومة حتى مع القيمين على الطائفة الدرزية في داخل إسرائيل يعني ما إلى أي مدى كان هناك تصدي فعلي لهذه الحادثة يعني أكان على مستوى الاعتقالات التي حصلت المواقف التي صدرت على المستوى السياسي كما أشارتي المستوى السياسي كله تحرك بنامينة نياهو ووزير الأمن موشا يعلون باعتبارهما المعنيين المباشرين بهذه القضية يمكن قول أنه النهج الذي اطبع هو نهج العصى والجزرة بمعنى أنه من جهة حاول بن يمينة نياهو وأيضا المستوى السياسي إعادة التأكيد والحديث عن العلاقة المتينة التي تجمع ما بين اليهود وأبناء الطائفة الدرزية واستخدام مصطلحات وتعبير مثل حلف الدم وإلى ما هناك من أمور وأن تاريخ الطائفة الدرزية في إسرائيل خلاف ذلك ولكن في المقابل حرص بن يمينة نياهو وأيضا موشي يعلون سواء قبل اجتماع نياهو مع قادة الطائفة الدرزية أو خلاله حرص على أن يبعث برسالة بأن إسرائيل سوف تضرب بيد من حديد أن إسرائيل سوف تصل إلى الذين قاموا بهذا الهجوم وأنها سوف تحاكمهم وهذا ما حصل إلى حد ما بحيث أنه لاحقا قامت الشرطة الإسرائيلية والشباك الإسرائيلي باعتقال مجموعة من الشبان في الجولان المحتل وأيضا في قرية حرفيش لأن الحادثة التي وقعت في نبي أتيب مستوطنة قرب مجدى الشمس كان قد سبقها حادثة مماثلة قد وقعت في حرفيش في الجليل حرفيش في الجليل ولكنها لم تؤدي إلى ما أدت إيديه ولكن ما يمكن القول أنه بن يمينة يهو إذا صناع القرار في سعيد سواء المستوى السياسي أو حتى الأجهزة الأمنية وجيش الإسرائيلي اتكأوا في خطواتهم على مع تبروخ غطاء وفرته لهم قيادات من الطائفة الدرزية داخل فلسطين المحتلة والمقصود بهذه القيادات هي القيادات ذات الطابع الرسمي والديني وبشكل خاص القيادات التي تنتمي إلى الأحذاب الصهيونية وبالتالي هذه القيادات سارعت ليس فقط إلى إدانة وشجب ما حصل إنما أيضا إلى المطالبة ذايدت على الحكومة الإسرائيلية إلى المطالبة بمعاقبة واعتقال ومحاكمة منفذي هذا الهجوم دكتور عباس قرأنا أسئلة أو استمعنا إليها أيضا عقب هذه الحادثة من نوع مثلا هل يوجد مصادر داخل جيش نقلت معلومات إلى المتظاهرين لماذا لم ترسل تقارير عن تجمع المواطنين في المنطقة ولم ترسل قوات تعزيز تابعة للشرطة كان مفترض أمتنع لعمليات القتل وكأن كان هناك نوع من شيطن لما حدث كأن هناك جهات متواطئة مع من قام بهذا الاستهداف يعني 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 التعامل الإسرائيلي مع هذه الحادثة كان له مجموعة من الجوانب يعني حاول الإسرائيليون من خلاله أن يعني يستوعبوا ما حصل وأيضا أن يوجهوا رسائل تجاه من يهمه الأمر من ضمن المسائل التي برذت مسألة طبعا الحديث عن الخلل الذي حصل بمعنى أنه هناك خلل قد وقع على الأرض بأن هذه سياة الإسعاف مرت من مجدل شمس رغم أنه فجر اليوم نفسه كانت قد وقعت أحادثة في حرفيش وبالتالي كان هناك دلائل ومؤشرات على أن هناك غليان داخل أبناء الطائفة الدرزية وأن الجمع أو الحشود التي كانت متجمعة في مجدل شمس كانت تنتظر سياة الإسعاف مات على علم بها وهناك أحاديث بأنه قد يكون أحد من الجيش الإسرائيلي سرب نحو هذا الموضوع أو أن هناك أيضا خلل في إجراءات الجيش الإسرائيلي لحماية هذه الإسعاف ولكن الأهم من ذلك في التعاطع الإسرائيلي هو محاولة الإسرائيليين التأكيد على أنهم لا علاقة لهم بجبهة النصرة وهذا من ضمن الرسائل التي أطلقوها إلى الأبناء الطائفة الدرزية بأنهم لا علاقة لهم بجبهة النصرة أن إسرائيل لا تدعم جبهة النصرة وأن هؤلاء الجرحة من من وأن هؤلاء الجرحة ليسوا من النصرة في المقابل أصر الإسرائيليون لا بل تمسك وبأنهم سوف يواصلون سياسة نقل الجرحة والآن سوف يتم نقلهم إلى مستشفى في وصل في تل أبيب من أجل أن يتم حصلت تظاهرة أمام المستشفى النهرية وطم الحديث أنه تم إخلاء كل المستشفيات في نهرية في صفض وفي طبريا والآن إمكانية نقلهم للعلاج فقط في مستشفى شيفا في تل أبيب النقطة الثانية التي أصرحت لي بالتعاطي الإسرائيلي هو محاولة القول بأن التحرك الذي قام به تحديدا الدروس في الجولان المحتل أن هذا التحرك ينبع من عملية تضليل كبيرة يتعرض لها هؤلاء عملية دست هذا ما أريد أن أسألك عنهم في الواقع هناك تركيز إسرائيلي على مسألة أن هؤلاء تابعون للنظام في سوريا وكأن النظام هو الذي يدفعهم أو يجرهم وبالتالي يريد أن يدفع إسرائيل إلى الدخول في الوحل السوري هذا الحديث جرى في إسرائيل تقريبا على كل المستويات المستويات العسكرية مصادر عسكرية تحدثت عن هذا الموضوع التحليل والتقارير الإعلامية تحدثت عن هذا الموضوع وأيضا للأسف هناك قيادات درزية بين أهلين صهيونية والتي تتصدر الآن المشهد الدرزي داخل فلسطين المحتلة في هذا السياق أيضا اتهمت مباشرة سوريا وحزب الله وسمت بالاسم سمير القنطار بأنه يقف وراء هذه الأسير المحرسة يقولون أن سمير القنطار يجند ناس في الجولان لمواجهة إسرائيل المقولة التي يحاول السيطين أن يقولون أن هؤلاء يتحركون الحراك الدرزي في الجولان المحتل تعاطفا مع أهلهم في الحضر ليس عفويا هذا ليس عفويا أن شغل المخابرات وشغل أجهزة وأن النظام وراءهم وأنهم يخضعون لعملية التضليل وأن هذه الأمور كلها تقضون في إسرائيل أن الهدف منها قد يكون جر إسرائيل إلى حيث لا تريد أو أن يملأ على إسرائيل سياسة خلاف السياسة التي تريد أن تتبعها دكتور عباس في تقرير ورد على الشاشات تلفزاء الإسرائيلية يوضح بشكل لا لبس فيه سياسة تتبعها إسرائيل مع الجرحة مع ما يحصل في سوريا مع الدروس حتى نشاهد هذا التقرير سويا وهو في الواقع تقرير شاهدناه على الميادين في نشات الأخبار عن تطبيب جرحة المجموعات المسلحة في داخل إسرائيل في مستشفياتهم وانتبهوا جيدا إلى الأسئلة التي تطرح والإجابات التي يحصل عليها المراسل الإسرائيلي يعبرون الحدود عنوان تحقيق بثته القناة الثانية يتضمن شهادات نادرة لجرح المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أكثر من 1600 جريح تلقوا العلاج في إسرائيل حتى الآن حيث يتكفل الجيش الإسرائيلي يوميا بنقلهم عبر الحدود مع سوريا برغم الدعاء إسرائيل عدم التدخل في الأزمة السورية يبدو أنها عرفت جيدا استغلال ورقة جرح المجموعات المسلحة العلويون الدروز والشيعة لا اليهود هم هدف القتل الأول الذي يأمل هؤلاء الجرح الشفاء سريعا من أجل تنفيذه إذا إنت ما سكت علوي بقتل إذا ما سكت دروزي حتى إذا ما سكت شيعي بقتل الشيع إذا ما سكت يهود لا قالوا لي إسرائيل أعدود سوريا جيت لهون أحسن معامل وأحسن معامل سوري يتحدث العبرية بهذه العبارات يثني معد التقرير على الجريح السوري الذي تعلم بعضا من العبارات العبرية تحكي عبري؟ مو كتير تعلمت إشي؟ شوي شو تعلمت؟ ما نشما ما نشما ما شلميخ ما شلميخ سيدر والله بوكرتوب بوكرتوب بشي سوري المستشفى الإسرائيلي الذي يعج بالجرحة يعج أيضا بروايات قتال وقتل نفذها هؤلاء الذين قاتل بعضهم إلى جانب داعش وجبهة النصرة والجيش السوري الحر عيونهم مليئة بالكراهية لكن ليست تجاه إسرائيل التي ترعاهم وتساعدهم بل يعودون إلى سوريا وقلوبهم مليئة بالود لدولة اليهود والكلام لمعد التقرير انت فاكسنا بين السوري والسوري إن شاء الله بديكم والله يحبينكم عن جد؟ عن جد وشو الجاملة يعني هنا شوفني المعامل الممرضين كذا السوري كويسين يعني كويسين يعني معد التقرير أجمل خلاصة تقريره بالقول يبدو أن إسرائيل عرفت جيدا كيف تحول عدو الأمس إلى صديق اليوم التاريخ يعيد نفسه ولكن في سوريا إذا صح التعبير وليس في لبنان دكتور عباس من خلال المتابعة للقنوات الإسرائيلية وسائل الأعلام هناك تركيز على هذا الخطاب الطائفي كما هو واضح وبشكل علني ومن دون أي خجل بأسئلة المراسل في القناة الثانية بطبيعة الحال هناك تركيز وتوظيف لهذا الموضوع ولا ننسى أنه هذا التقرير حتى باعتراف الشيخ موفق طريف زعيم الروح للطائف الدرزية الفلسطيني المحتلة أن هذا التقرير لعب دورا كبيرا في الحوادث التي حصلت سواء تظاهر في مستشفى نهرية أو المهاجمة الإسعاف في حرفيش أو الإسعاف في نذي أتيف قربة مجل شمس لأنه الذي حصل الذي حصل أن الدروض في فلسطيني المحتلة وفي الجولان المحتلة الذين هم على تواصل مع أقاربهم في حضر وفي غير حضر ويسمعون بأنهم هم يقتلون برصاص المسلحين الذين يتم علاجهم في إسرائيل يقتلون وإلى ما هناك ويأتي التلفزيون الإسرائيلي لكي يعرض هؤلاء المصابين وهم يقولون أنهم عندما يشفون سوف يعودون ليقتلوا الدروض أو غير الدروض هذا أثار حفيزة الدروض في الداخل بأنه كيف يمكن أن يأتوا إلى هنا يتم علاجهم هنا لكي يعودوا ويقتلون هذا حتى الشيخ موفق تريف قال أن هذا التقريب بالتحديد لعب هذا الدول بالأكثر من ذلك الليلة قبل أن تقل الستوديو بساعة تقريبا القناة الثانية والقناة الأولى عرضت مشاهد حصرية عن الحادث الذي حصل في مجل الشمس تحديدا وتم التركيز على كيفية التعرض لأحد الجرحة السرين مما أدى إلى قتله تم عرض الصور بطريقة مكثفة ومكررة وتعليقات وتأتي هذه الصورة في خلفية التعليقات وكأنه يراد الآن الذي يشاهد هذه المشاهد ممن له علاقة بالجرحة السوريين سوف يكون هناك عنده ردة فعل انتقامية بطبيعة الحال على الدروس في منطقة حضر ورغم أنه تباهو اليوم كثيرا في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن قبل بأن إسرائيل التي تقول في الأيام الماضية قررت بشكل كبير أنها لا علاقة لها بجبهة النصرة هم يقولون بأن تدخل إسرائيل لدى المجموعات المسلحة هو الذي حاله دون أن تقوم هذه المجموعات المسلحة بالانتقام من حضر السؤال هو إذا لم تكن إسرائيل لها علاقة مع جبهة النصرة فكيف تمون عليها لكي تمنعها ونقع شيء يسير علامات استفهان كثيرة هذا الموضوع على أهميته أخذ الوقت الكامل توقع لدينا فقط خمس دقائق في كل أحوال سيكون هو موضوع المحور التالي أصحاب الأرض ولكن من وجهة نظر الدرزية من دروز الداخل تحديدا سيكون معنا أن أبو السابق عن الكنيسة سعيد نفع ولكن الآن سننتقل الموضوع أيضا كان مهم جدا في إسرائيل هذا الأسبوع وهو ما أصدرته رجل التحقص الحقائق في الأمم المتحدة التقرير الذي أدنت فيه إسرائيل بجرائم عن عدوان غزة طبعا التقرير تضمن الإدارات للإسرائيليين والفلسطينيين على حد انسوا ولكن في كل أحوال لم يمر مرور الكرام أبدا في الداخل إسرائيل فلا قرودود فعل متفاوته تقرير يعرض لنا رد الفعل الإسرائيلي ونعود للنقاش كצפוי كובע הדוח הרום על צוק איתן שישראל וחמאס ביצעו לכאורה פישי מלחמה במהלך קיץ 2014 היקף הערס בעזה חסר תקדים וישפיע על דורות רבים קדימה קובעת הוועדה נחקרו 15 תקיפות אוויריות על בנייני מגורים בעזה שגבו את חייהם של 216 פלסטינים מתוכם 115 ילדים וחמישים נשים למרות הממצאים הקשים חברי הוועדה מקפידים לסייג עצמם שוב ושוב ולא לקבוע חד משמעית שישראל או הפלסטינים ביצעו פישי מלחמה הם מסתפקים ברמזים אבים בלבד הוועדה שכתבה את הדוח הזה מונתה על ידי מועצה שקורית לעצמה המועצה לזכויות האדם בפועל יושה כל חוץ לדאוג לספויות האדם זאת ועדה שמגנה את ישראל יותר מאשר את איראן סוריה ספון קוריאה יחד ישראל כזכו נערכה לדוח ופרסמה כבר לפני כשבועיים דוח בדיקה עצמאי שקבע כי חמאס ביצע פישי מלחמה לצד הדוח הזה פורסמה גם חוות דעת של כמה גנרלים בעולם שתמחו בקרסת ישראל דוח האום שפורסם היום לא התרשם מהניסיונות הישראליים לצמצם פגיעה באזרחים ואף להפך הוועדה הצביעה על כך שלמרות מספר הנפגעים מעצום ישראל לא שינתה את דרכי פעולתה כדי למנוע זאת לגבי חמאס כמו ישראל גם ועדת האום מצביעה על חשדות כבדים לביצוע פישי מלחמה שנה חלפה מיצוק איתן ובדוח אין כמובן התייחסות שירי הרקטות מאז הנמשך וכך גם חפירת המנהרות לא מן הנמנה שהמערכה באה בפתח וכך גם ועדת החקירה באה ודח התקריר לא יכול מרחבן בטביעת לחל في ישראל אבל תמת מוקרנתه עם התקריר גולדסטון الذي פחסה في نفس العודוון מה יום כך נקול על רדת الفعل الإسرائيل دكتور عباس بشكل عام وكيف سترد بالمقابل إسرائيل على هكذا تقرير كان هناك مستويين من ردة الفعل المستوى الأول له علاقة بالمستوى السياسي في إسرائيل سواء المعارضة או المولاد والثاني هو الكراءة والمقاربة التي هي أكثر تخصصية لهذا التقرير في الشق الأول برضى أنه هناك إجماع بين كل الزعماء السياسي في إسرائيل وسائل على اختلاف مشاربهم وطياراتهم برفض هذا التقرير واعتباره أنه تقرير يمس بإسرائيل هدف منه تشويه إسرائيل إلى ما هناك لا بل حتى أنه المفارق أن بعضهم بعض المسؤولين الإسرائيلين يعطوا موقف من التقرير قبل أن يقرؤوه بنامي نتنياهو قال أن هذا تقرير سخيف لا يستحق من الأسبوع الماضي لا يستحق أن يقرأ وبالتالي هو لم يقرأ التقرير وأعطى موقف منه في المستوى الثاني كان في قراءة تخصصية هنا كان هناك تباين في قراءة التقرير هناك من اعتبر أن التقرير منحاذ أن التقرير يشكل واجه من أوجه القراهية لإسرائيل والذي عادة ما هو موجود في مجلس حقوق الإنسان وبالتالي هو تقرير سيء بكل معاني كلمة ولكن هناك مقاربات أخرى اعتبرت أن التقرير ليس كذلك أن التقرير متوازن أن التقرير مقارنة بتقرير جولدستون كان أفضل بكثير بالنسبة لإسرائيل وأن التقرير لم يحمل أدلة قاطعة أو إدنات قاطعة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم الحرب بل أنه يشير لأنها قد تكون ارتكبت جرائم حرب وأن التقرير لم يتضمن على أسماء بحق مسؤولين الإسرائيليين بشكل محدد وإن كان حمل المسؤولية على المستوى القياد في إسرائيل نتيجة أنه هو المسؤول عن سياسة تشغيل القوة وإن كان أيضا وإن كان قد ساوى أو وازن بين إسرائيل وبين حماس جمدت إسرائيل مكيناتها إذا صحى التعبير لمواجهته كذا تقرير بطبيعة الحل الآن الخطوات الإسرائيل لمواجهة هذا التقرير إسرائيل تدرك كما تقول أنها في مجلس حقوق الإنسان الذي سيعرض عليها التقرير هناك أغلبية تلقائية للفلسطينيين ولكن هناك مسعى إسرائيلي لكي تحصل من خلال اتصالات دبلوماسية لكي يحصل على موافقة لصالحهم أي معارضة للتقرير من قبل ما يقول عنه أنه أغلبية أخلاقية أو معنوية والمقصود بذلك الدول الأوروبية أن تعارض هذا التقرير وهناك أيضا مساعي عبر السفرات في إسرائيل من أجل الترويج للتقرير الإسرائيلي المضاد وسوف تجري مظاهرات أيضا يوم الأسنين أمام مقر مجلس حقوق الإنسان الذي سوف يناقض هذا التقرير من أجل أيضا الحد من فعليته ولكن هناك اعتقاد في إسرائيل بأن هذا التقرير سوف يمر بمجلس حقوق الإنسان ويبقى التكاهن أو التوقع بالخطوات القادمة سوف يرسل إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو الأمين العام أو سوف يرسل إلى لهاي أيضا هناك مجموعة من الخطوات أو التوقعات الإسرائيلية في هذا السياس خصوصا مع تحرك السلطة الفلسطينية أيضا في لهاي أشكرك دكتور عباس اسماعيل المتخصص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه المعلومات مشاهدين سنتابع خلف الجدار ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة نتابع في موضوع الدروس والتطورات المتسارعة التي حفلها بهذا الأسبوع ونستعرض الحدث الآن ولكن من نجة النظر الدرزية تحديدا مع دروس فلسطيني الداخل فلسطين المحتلة ونستقبل سيد سعيد نفع وهو أمين عام الحركة الوطنية للتواصل أهلا بك أستاذ سعيد تحدثنا من الناصرة وقبل أن نبدأ معك النقاش سنذهب إلى تقرير لزملتنا نسر سلمي حالا من التوتر الشديد يشهدها الجولان السوري المحتل وسط غضب شعبي عارم عبر عنه أبناء الطائفة المعروفية الدروز الموحدين إذا أما يتعرض له أشقاءهم في قرية الحضر السورية المئات خرجوا في تظاهرات غاضبة تندد بالدعم الإسرائيلي لعناصر جبهة النصرة غضب الدروز في الجولان المحتل تحول إلى تظاهرات انتهت بمهاجمة سيارات إسعاف إسرائيلية تنقل جرح المصر ما تسبب بمقتل أحدهم إسرائيل شنت حملة اعتقالات في صفوف الشباني في الجولان وتوعدت برد أعنف إذا ما تكرر الحادث لكن الرسالة من الجولان كانت أن على إسرائيل كاف يدها عن السوريين ووقف دعم جبهة النصرة المقابلات الإسرائيلية تلعب فينا كبيرا عن تريح العملاء تبعها باستخدام السذج السذج من الناس العامة وقبضي على ذلك الحالة اللي صار قبل يومين أنا أريد أن أسأل السؤال بالنسبة للحالة بالتحديد ما أعرفه هذول اللي عمله الجريمة أنه في داعش الأنبولانس أو بالتصعب أولا ثانيا ما أعرفه ما أقل لك أنه هؤلاء ممكن أن يكون داعش أبناء طائفة بني معروف من الشباب في الجليل الفلسطيني وفي سابقة تصد لمشايخهم المولين لإسرائيل وخرج المئات منهم فيما عرف بالحراك الشبابي دعما لأشقائهم في سوريا ومطالبين إسرائيل بعدم التدخل في أحوال الدروز هناك مؤكدين أن أشقائهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم هناك اتصالات طبعا لمحاولات طلب من الحكومة عدم التدخل في سوريا لأن شؤون سورية مستقلة للسوريين ونحترم كل طائفة هناك ولا نقبل بالتعدي على أي طائفة كذلك الأمر لا يمكن أن نقبل أن يتعدى علينا أحد ويتخوف المراقبون من أن تستغل إسرائيل ما يجري في حضر كذريعة لتدخل عسكري في سوريا خصوصا بعد اتهام قادتها وعدد من رؤساء الطوائف الدرزية في الجليل سمير القنطار بالتحرير على العنف في الشارع الدرزي وكانت إسرائيل أعنا تستعدادها لكافة الاحتمالات في الجولان المحتل أستاذ سعيد قبل أن نناقش ما حصل والمواقف والتدعيات وكل دار في هذا الأسبوع أريد أن أعرف موقفك مما حصل موقفك من هذا التحرك لأهالي الجولان لمنع وصول قافلة جرحة يعتقدون أنها لجرحة يريدون قتلهم لعناصر يريدون قتل دروس سوريا سيدة سمحي لي بداية أن أضع بعض الأمور في نصابه صحيح سمعنا الكثير من التقارير وعلى شاشاتكم وغيرها من الشاشات وكثير الأمور اختلطت حتى على المشاهد أولا العرب الدروز في فلسطين هم ليسوا على نفس المشرب هناك معسكرين ومعسكرين أساسيين هكذا كان منذ النكبة وقيام دولة إسرائيل وحتى اليوم والأمر الآخر والمهم كحقيقة يجب أن تعرف للجولانيين في الجولان العرب السوري المحتل خصوصية أخرى لهم موقف آخر مختلف كليا صحيح أن هناك علاقات تبادلية وعلاقات جيدة في كل المجالات ولكن لهم موقف مختلف عينيا حول الموضوع هناك معسكر عمليا متساوق مع المؤسسة الإسرائيلية بكل لتكون الأمور واضحة بكل أحزاب وبكل مركبات وإلى ما هناك هذا هو المعسكر اليوم اللي صوته لشديد الأسف هو اللي عم يطلع واللي عم يتم تداول وكأنه فيش غير هذا المعسكر مع أنه هناك معسكر وطني قوي له امتداده في الساحة بشكل عام منذ 48 وحتى نهارنا هذا وبالمناسبة على المستوى الشعبي ما يطرح اليوم على مستوى ما يسمى القيادات الدرزية إن كانت قيادات دينية أو قيادات سياسية هو لا يمثل القاعدة الشعبية بين العرب الدروز في داخل إسرائيل الحادث العيني كان حادثين بشكل منهجي تحاول المؤسسة الإسرائيلية بكل وسائطها وبالذات وسائطها الإعلامية تجاهل الحدث الذي تم في قرية حرفيش الجليلية هناك كان حدثين بغض النظر عن النتائج أنا على المستوى الشخصي وما أمثل ضد التعرض لجرحة بغض النظر ولكن ليس هذا الأمر الأساس ليس صدفة كذلك أن تركز وسائل الإعلام الإسرائيلي بكل أدواتها وكأن القضية الأساس في هذا الحادث هناك ألف سؤال وسؤال يدور ويطرح كيف تم نقل الجرحة بهذه الطريق في مليون طريق أخرى وفي هذه الساعة مليون سؤال لا أريد أن أتطلق لكل هذه الأسئلة في هذا السياح أنت تتركت إلى أكثر من نقطة صراحة فقط لكي نبوي بالنقاش لكي ننظم نقاشنا أريد أن أفهم منك أنت تعتقد أن هذا الحادث حتى في حرفيش أو حتى في مجد الشمس هناك أمر ما لغز ما لم يكن تحرك عفوي كما فهمنا هناك من حركه لمصلحة معينة وضح لي هذه النقطة لو سمحت سيدتي يجب أن ننتبه لما حدث خلال شهر كامل أو أكثر من شهر بشكل ممنهج ومدروس في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية في كل وسائل الإسرائيلية من تحريض يعني عرضتهم خلال برنامجكم تقرير ما وجه هذا التقرير لماذا المؤسسة الإسرائيلية تدعي في كل المحافل أنها لا تساعد جبهة النصرة ولا تتدخل في سوريا ولا تتدخل بتاتا هناك وهي حامية للإسرائيل وحامية للمظلومين وحامية المعتدع فما الذي حدث هذا الحدث بحد ذاته جوابه من داخله كان هناك محاولة لتأجيج الوضع كله مرتبط في بعضه الهجوء الذي تم في جانب سوريا لا يوجد مجال يتوسع في كل هذا الأمر ولكن كل هذا الأمر هو مرتبط الواحد في الآخر خلق هذا الجو من الرعب والذي فيه غالبيته هو مصطنع وكأن إرهابيين نصر على أبواب السويداء وسيحتلون السويداء في 20 ساعة ما الهدف من كل هدف تسجيل هدف واضح يعني صار 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 سيدتي صار من نافي القول أن يقال أن المصلحة الأولى والأخيرة لإسرائيل هي الاحتراب والاحتراب الطائفي وضرب طوائف أبناء شعبنا الطائفة بالأخرى هذا أمر كثيرا قبل أن تقوم دولة إسرائيل عمليا هذه السياسة هذا الأمر صار مفهوما لكل الناس القاعدة الشعبية لم تصدق لا القيادات في محاولة تبرئة ساحة المؤسسة الإسرائيلية من تدخل في سوريا ولم تصدق وسائل الإعلام ولم تصدق أحست ويشافت كل يوم تشوف في المستشفيات من الناس الذين يعالجون هدف إسرائيل أن تقلب القاعدة الشعبية الدرزية التي هي بغالبيتها في الجولان هي سوريا هي متعاطفة ربما إلى جانب النظام في سوريا لكي تقلبها لمصلحتها هذا ما كانت تريده من خلال هذه الحملة الإعلامية برأيك أول شيء لا تستطيع أن تعمل مثل هذا الأمر الأمر الآخر على مستوى الجولان لا شك أن الأكثرية العونة في الجولان هي موقفة واضح لجانب الشعب السوري والجيس السوري والقيادة السورية بشكل لا لبس فيه كل المعسكر الوطني وهو معسكر لا يستهن به بتاتا في داخل 48 كذلك موقف محسوم وواضح من هذه القضية ومن منطلق عربي قومي بتاتا لا علاقة له بالقضية الطائفية ولذلك ولكن هناك التأييد جارف هناك عمليا تعاطف جارف يشمل كل القطاعات ولكن تختلف المنطلقات والنقطة الأساسية في النقاش هي من يتحمل في نهاية الأمر المسؤولي حول الاعتداء الذي يتعرض له الدروز كشريحة من شرائح أبناء الشعب السوري بشكل عام اللي كله يتعرض لجرائم ولمذابح هناك معسكر يرى في إسرائيل مش بس بريئة من التهمة إنما ويرى فيها وكأنه يعني هي حامية حماى الدروز وإذا حدث أي أمر ستكون هي الملاذي الأخير للدروز هذا الأمر خطير جدا والأخطر من ذلك وأنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة التي وتيحت لي الأمر الأخطر من كل ذلك هي محاولة دقت أسافين في وحدة ليس فقط كل شرائح الشعب السوري ألا في وحدة حتى الدروز في داخل سوريا بمحاولة إجراء اتصالات ومحاولة جذب بعض الناس وكأنه يعني ليس صدفة كل ما أشيع في الفترة الأخيرة وكأنه القيادة السورية الدولة السورية تترك السويداء وتترك صحة السويداء وتترك اللقمة سائغة للأرهابيين هذا ليس صدفة ومن وراء هذا الطرح كان الإعلام الإسرائيلي بشكل واضح وبشكل جلي جدا فسر لي نحن علمنا أن هناك اجتماعات يقوم بها مثلا مثل أيوب قرة هناك بعض المساعي للقول بأن إسرائيل تريد حماية دروس سويدة وحضر وجنوب سوريا لديكم معلومات أن هناك فعلا مسعى إسرائيلي جدي لخرق الدروس في جنوب سوريا لتقليبهم ضد بعضهم البعض وبالنتيجة لشرخهم عن تأييدهم للنظام سوريا سوريا إسرائيل ستعمل كل ما تستطيع إلى ذلك سبيل مباشرة وطريقة مؤسساتها بشكل مباشر وطريقة أزلامها لدق أسافين في القوة الأساسية ليس فقط لدروس سوريا حسنا نحكي دروس وكذا إلى آخر مؤسف جدا ولكن هذا الواقع لدق أسافين أولا في وحدة الدروس في سوريا ثانيا في وحدة الدروس أو في محاولة إبعاد الدروس بشكل أو بآخر عن حميهم الأساس اللي هو الجيش العربي السوري والدولة السورية بقيادتها لا شك أن هذه اللعبة التي تلعبها إسرائيل تعمل بمساعدة بعض ضعف النفوس ولكن لتكون متأكدة وليكن المشاهدون متأكدون وكل من يسمعني ليكون متأكد هناك تيار وطني واسع واعي جدا لهذا التوجه واعي جدا لهذه السياسة يقول صوته بشكل جهوري وهذا الكلام قيل بشكل واضح وتم التحذير من أي محاولة في آخر اجتماع كان اللي طبعا طلع على وسائل الإعلام وصدر الاجتماع الأخير الذي كان في مقام نبي شعب عليه السلام الاجتماع لكل الزعماء من دروس الجولان لا أدري إذا كان هذا هو الاجتماع الذي حصل اليوم دعوا إلى أطلاق شباب معتقلين من دروس بلادنا عفوا لكن اليوم حصل اجتماع آخر واعتبروا أن ما حصل هو عمل بطولي طيب من دروس بلادكم أنت قلت أن القاعدة الشعبية لم تتأثر يعني هناك من يظهر على وسائل إعلام تحديدا الشيخ موافق الطريف ومن معه لا يمثل الدروس من يمثلون إذن هؤلاء أريد أن أفهم منك في نهاية الحديث وما سر المناعة الشعبية لدى الدروس الداخل هناك معسكرين هناك معسكرين معسكر لا شك أنه له تمثيله ومعسكر آخر لا شك أنه له تمثيله وإلى إمتداده وبين هذول المعسكرين هناك تمايز واضح في الموقف السوري ولكن ما يظهر اليوم في الموقف من سوريا ما يظهر اليوم نتيجة للنشر المكثف من وسائل الإعلام الإسرائيلية واللي وسائل الإعلام العربية بشكل أباخر تتناقل وكأنه الصوت الدرزي في داخل إسرائيل هو هذا الصوت وهذا ما أردت أن أشير له بشكل واضح هناك معسكرين واضحين على مستوى القيادات أنا أقول وعلى مستوى القاعد الشعبي الغالبي الشعبي اليوم في كل ما يتعلق فيما يجري لدروز سوريا غير مصدقة والاحتجاجات التي كانت في القرى احتجاجات جماهيرية مخيفة هي عمليا وضعت الأصبع في الاتجاه الصحيح احتجاجا بالأساس على سياسة إسرائيل ومد إسرائيل بكل وسائل الحياة للإرهابيين الذين عمليا يعتدون على الدروز وغير الدروز في سوريا أشكرك أستاذ سعيد نفاع من عام الحركة الوطنية للتواصل كنت معنا من الناصرة شكرا لك على انضمامك لخلف الجنة نتوقع موسيقى ثلاثة وخمسون يوما مروا على الأسير خضر عدنان في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراب يختلف عن إضرابه السابق والذي استمر لمدة 66 يوما فهذه المرة يتعامل السجان الإسرائيلي مع الشيخ بقصوة أكبر خوفا من انتصار جديد قد يؤدي إلى إطلاقه الشيخ الأسير يعتبر إضرابه رسالة إلى الكيان الإسرائيلي والعالم بأنه يفضل الاستشهاد عوضا عن هذا السجن لحريته وعليه انتشرت مبادرات عديدة لدعم صموده في السجن من خلال تظاهرات من خلال اعتصامات ومن خلال أيضا نشاط على مواقع التواصل الاجتماعية عبر صفحة تنشر أخباره نشاهد هذه الصفحة الآن هي صفحة الأسير خضر عدنان الخاصة به مكتوبة باللغة الأجنبية والعربية انتشرت تعليقات كثيرة دعما له تظاهرات أيضا مشاركة في أخباره مشاركة في التحركات الشعبية التي صدرت دعما له ولي اضراب الذي يقوم به أيضا هناك هاشتاج انتشرت على مواقع التواصل سأنتقل إليها الآن مثلا هاشتاج اضراب كريم نشاهده الآن هذا الهاشتاج أيضا كان فيه يعني تواصل واسع تحديدا من قبل النشطاء غردوا وكتبوا أيضا كانت لديهم نشر لملصقات خاصة كان من صور الأسير عدنان أو حتى من ملصقات صور صدرت تحديدا في هذه المناسبة هناك أيضا هاشتاج آخر خضر عدنان باللغة الأجنبية لا أدري إذا كان سيظهر الآن في كل أحوال هذا هو على التويتر صور له ولأبنائه صور مؤثرة في الواقع صور لأطفال يحملون شعارات صور تظاهرات وسأنتقل إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية وهي اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تحديدا ما سحب الاستثمارات منها طلبت برسالة التصعيد في مقاطعة إسرائيل من أجل دعم خضر عدنان وكافة الأسراء نشاهد صفحة الحملة حملة مقاطعة إسرائيل هذا هو البيان الذي نشرته لتفعيل المقاطعة الإسرائيلية للمنتجات الإسرائيلية يعني دعماً لهذا الإضراب الذي يقوم به الأسير خضر عدنان وندعوكم جميعاً إلى الدعم والمساهمة عبر وسائل التواصل عبر مواقع التواصل عبر الفيسبوك وتويتر وأيضاً إنستغرام وكل الوسائل وأيضاً إذا أردتم أن تتابعوا خلف الجدار أو أن ترسل لنا اقتراحاتكم هذه العناوين تظهر أمامكم على الشاشة إلى هنا نصل إلى ختام برنامج جينالي هذا الأسبوع شكراً للمشاهدين لمتابعتكم ولمشاهدتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة